من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 191,886 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وتم الكشف عن 1931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 502,791 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1561 حالة كما وأعلنت عن شفاء 1898 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة وبذلك يكون مجموح حالات الشفاء 485,078 حالة